طيب هل يعني خلينا نتكلم ونعرف أكتر ناس كتير بتتكلم عن أثار جانبية بعد العملية بعد عمليات التدبيس أو تغيير مصار هل فعلا فيه أثار جانبية دكتور؟ أثار الجانبية اللي احنا بنتكلم فيها على المدى البعيد بعد العملية هي نسبتها من 5 إلى 10 فرمية وبتحصل نتيجة عدم المتابعة الجيدة بعد العملية أشكرك يعني لازم يكون فيه متابعة لتفاجي الأثار عملية تكميم المعدة هي عملية بتاخد من حوالي 15 دقيقة ل20 دقيقة المريض بيعملها النهاردة وبيراوح تاني يوم بالسلامة 3-4 أيام بيتحرك كويس في البيت بتاخد وقتها دي دكتور؟ من 15 إلى 20 دقيقة بس؟ لأن العملية بالمنظر يعني أنا تفاجئت في الوقت ده بالضبط والمريض بيراوح تاني يوم الصبح على طول و3-4 أيام زي ما قلتها هيكبشرب سواء كويس وبيتحرك ومليوم الخامس بينزلي قبل أصحابه ومليوم السابع بيرجع لشغله بالفول باور تمام؟ تمام فإحنا بنتكلم في عملية تيكنيكالي أو هي زي السهل الممتنى زي ما بنقولها تيكنيكالي هي بسيطة والريكافري بتاعها سريع جدا بس دايما بنقول الأهم من العملية المتابعة بعد العملية متابعة السلوك الغذائي بعد العملية دي حاجة كويسة ومهمة المريض بياخد فيتامينات ولا لا بيشرب سواء كويس ولا لا بيلعب رياضة بيأكل بروتين كل ده بيقلل حدوث نسبة التراهلات وسقوط الشعر تأصف الضافر والحاجات اللي ممكن كلها تحصل على المدى البيت بعد جراحات السمنة يعني نقدر نقول إن عملية تدبيس المعدة هي علاج فعال فيه علاج السمنة المفرطة؟ تكميم المعدة مش تدبيس احنا قلنا التدبيس الأديل ده انتهى خلاص تكميم المعدة دايما الناس تقول عليها تدبيس الحقيقة ما احنا عايزين بقى نوعي الناس ونفههم الفروقات بالزبط جد تكميم المعدة الاسم التاني ليها قص المعدة ده اسم يعني مضبوط علمي علمي مضبوط أص المعدة تمام نعم عملية تدبيس المعدة دي عملية زي ما اتفقنا أو الـ VBG دي انتهت من زي تكميم المعدة هي علاج فعال فعلا في انقاس الوزن؟ طبعا طبعا بتنزل الوزن بتحسن الحركة بتاعتك والPerformance طبعا انا هقولك بقى على مش وزن بس وامراض بس الست اللي بتشتكي مثلا ان هي مش عارفها تخلف وعندها تكيوسات مبايد نتيجة مقاومة الدهون اللي موجودة في كسمها اول ما بتنزل في الوزن function بتاع الـ Overs اول مبايد بتتحسن كويس جدا فتلاقي المريضة حملت خيالي؟ يعني احنا بس منوش بنعالي لنناس بتخاف ان تعمل العملية دي قبل الحمل احنا مشكورة دي دا حاجات الشائعة الغلط عن جراحات السمنة بالعكس جراحات السمنة بتساعدنا بتزود القدرة الانجابية وبتحسن الـ performance بتاعك في اي حاجة بتعملها ما تأثرش على الحمل فترة الحمل الولادة الرضاعة ما بتأثرش هنا بقى بننصح نقول ايه عملنا عملية تكميم نعدي 8 شهور يبقى في حمل اه بزبط اشتركوا في القناة